السلطان بقى مقدرش يحركوا بعد كده لانه احتاجوا في حرب الوهبين هو بعد جيش من العراق اتهزم بعد جيش من بني عثمان اتهزم عالفين بقيت القصة بالغاية 1840 والدرعية وكل هزي الاشي ايوة لا ده كان 1816 فاضطر ما يمشيش محمد علي اول محرر مكة والمدينة بعات الوالي تاني بس اكتشفوا مين لازوغلي كان هو لسه في الحج لازوغلي شغال امن دولة كان اسمه اللطيف بيه جاب رقبته فضل يرقبه 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 وقال له ما تيجي تطلع لنا القلعة عايز اتكلم معك شوية قال له قلعة واللي بيطلع القلعة بينزل يا حبيبي جيروا وراه طردوه من بيت لبيت لغاية ما نشوه جابوه لقوا معايا سك من السلطان بالولاية على مصر قال لك خلاص خلصنا محمد علي عمل اللي احنا عايزينه لا لا الحاجة غريبة جدا خلينا طلع فاصل شكرا